السلام لبناتس ان شاء الله تكونوا كامل ملاحي الفيديو وتعليم سوف نهضر لكم على ماسك الذي ندره انا خطره يعني في عشر ايام في 15 يوم ومن ذلك ندره بطريقة سامل يعني غير هو وحده بلما نخلطه مع حاجة واحدة اخرى المهم انا ماسك هذا يندر معي كل 15 يوم هذا كين عجز كامل لازم نرتب شعري سيخطروا من الليماش والبالياج ما تلعبوش بشعركم شعره تنشف فهمتوني خشك سحبت لها الوان تاوحها التي تسبغ بزاف شعرتها ضعيفة التي تتكسر بزاف هذا انا نصحكم به الماسك مكتوب فيه هير مايونيز ليس غالي كامل 85000 80000 75000 او اقل المهم ان تقرأوا فيه مكتوب ميس كلاف لا تغلطوا من بعد المنتجات التي نستعملها في شعري لا تشلوش ونحب نجب شعري او لا نجبدوش المهم ان نستعملهم نستعملهم يعني الفيديو تعليم كامل مكمول بما انه يقرر بالعيد على الاقل هذه السمانة ندروا ماسك شباب الليماش والبالياجد ونزلوا لك لم يتخبوش لا يقضل أن يحضر لك المسك لا تستعمل لبناتكم سيخطين لديها شعرها محرق من قدام لا تستعمل لكم لا تستعمل لهم أعني الفيديو هذا يأتي بزافة كارتين هذا يستعمل لبناتك تستعمل لبناتك ما هو الماسك ؟ كما قلت لكم الماسك هدية على مخ ميس كلاخ هذا الخالد اشتركت معكم في الانستغرام و قلت نعوده هنا في اليوتيوب انا استعملت كما قلت لكم هذا الماسك واستعملت معه البانان الموز يا سيدتي استعملته ما لك الباناني كحال لا يحبون شي اكله هذا الماسك فائدة الموز هو انتي اكسيدان يعني مضاد اكسادة مليح كثيرا للشعر شعرهم دهني و عندهم فطريات و عندهم القشرة شعرهم مليح كثيرا و يزيد اي رطب بالشعر و يقوي لك جذور الشعر يعني شعرهم ميطيح و يعزز لك نمو اشعروا في جوجل فوائد البانان بزف بزف مليح الشعر المهم هو يحمي لك شعرك سوف يخطو ثانية شعرها جاف و تالف ما قلت لكم بعد ما خلطتم مليح كرازيته و خلطتم مع الماسك مع الماسك مايونيس استعملت انا هادو مرحو بيبات هادو مال كابسول تاعد الفيتامينات ثم تستعملوا اي زيت عندكم عندكم زيت الخرواع او زيت اللوز او اي حاجة تستعملوا في شعركم تقدروا تزيدوها هذا الماسك هذا بزف بزف مليح الماسك تقوني لبنت الشعر تولي خفيفة وتولي سوبل هكا البنات من بعد خلطهم مليح مليح في شعرك كيف نستعملهم انا كيف نستعملهم تقدروا تستعملوا فوق شعرنا كيف نحبها نخسل شعري بالشامبون شامبون العادي ونشل شعري بمدافع نعصروا بالماء الزائد ونستعملوا كما نستعملوا استعملوا في كامل شعرك للماء الزائد ونستعملوا بمسك تغطيهم مليح ملح بالماء الزائد من بعد تلك ما هي شعرك كيف نستعملوا هذا الماء الزائد لا يستعملوا كيف نستعملوا في كامل شعر هذا الماء انا دائما نستعمل الكلام لذلك تبعوني مليح من بعد ان نمشت شعري من بعد نستعمل حاجة إن كرام نستعملها غير في أطراف الشعر هذا ما كان ونمشت شعري نحب نتجبدو كما حبيتو انتوما إذا جبتوهم مليح لكم رايح يحمي لكم شعركم يحمي لكم من الحرارة هذه هي البنات ما من البحر ولا ستعملوهم لا تنسوا هم شعر البحر نديرو هاد الطريقة قبل ما توحيتو عومي هذا هو الفيديو اليوم إذا عجبكم لا تنسوا ترجمة نانسي قنقر وإلى فيديو آخر إن شاء الله الفيديوهات اللي هم جايين نحن ندلكم بزفل الميلانج استنوا الفيديوهات اللي هم جايين والسلام عليكم